ترجمة نانسي قنقر الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزير الخارجية الإماراتي قال استشهاد طارق الشحي دليل آخر على الإرهاب أدعو المولى القدير أن يلهم أسرة الشهيد السكينة ويرزق البحرين نعمة الاستقرار ويبعد عنها الأشرار كما نعاه وزير الخارجية البحريني في تغريدة خاصة كل ذرة من تراب البحرين تنعي الضابط الإماراتي الشهيد طارق الشحي والشرطة الشهداء وعلق الدكتور أنور جرغاش وزير الدولة للشؤون الخارجية قرار الإمارات الشجاع بدعم البحرين واستقرارها تعزز اليوم من خلال العمل الإرهابي الجبان الذي أودى بحياة شهيدنا طارق الشحي ندعو له بالرحمة وأيضا كتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي ضحي خلفان ألف شرطي إماراتي يجب أن يكون في البحرين زيادة حتى يعلم أعداء الخليج أن أمن البحرين أمننا جميعا وفي هاشتاغ استشهاد طارق الشحي كتب الإماراتيون بقوة في حفل عزاء مهيب عبر تويتر متقفون وإعلاميون نساء ورجال دمعة بلادي اليوم مر يا طارق لكن العزاء أنك بإذن الله كسبت أهل شرف وهو الشهادة رحمك الله وزفك مع الصديقين اللهم اغفر له وارحمه وكفر عن ذنوبه واجعل قبره روضة من رياض الجنة لا تحزن يا ابن الشهيد فإن والدك ترك لك اسما ستتغنى به أنت وأجيال من بعدك كما تبع المغاردون لحظة بلحظة مراسم تشيع جثمان الشهيد والذي كان في استقباله الشيخ سعود بن سقر القسمي حاكم رأس الخيمة والشيخ هزاع بن زايد مستشار الأمن الوطني والشيخ سيف بن زايد وزير الداخلية وحشد من كبار الشخصيات في الدولة تلاحم وثيق بين الإماراتيين فيما بينهم وبين الإماراتيين وقادتهم عكسه استشهاد طارق الشحي ليقولوا نحن موحدون في السراء كما في الطراء كما عكس أيضا روحا خليجية تضامنية كبيرة أبداها الإماراتيون والبحرينيون على حد سواء عندما يتعطر تراب البحرين بدم الشهيد الإماراتي فإن هذه هي وحدة الخليج التي لن يقوى الأعداء على خرقها مهما حاولوا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر